أولا التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة وروسيا ثانيا التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ثالثا الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني رابعا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين المملكة وأمريكا خامسا تفوض وزير النقل بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ولبنان سادسا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين المملكة وأسبانيا سابعا التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية سولوفينيا للتعاون العلمي والتعليمي ثامنا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسالاتنا أمريكان الكوبية تاسعا الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عاشرا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وبعد الاطلاع على توصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ذات الرقم 19 شرطة 31 تقسيم 40 تقسيم دال وتاريخ السادس عشر من الشهر السادس من عام 40 و400 ألف من الهجرة قرر مجلس الوزراء ما يلي واحد تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشرافة على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها اثنان تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاختصاصات التنظيمية والرقبية لقطاع البريد ثلاثة قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد والرفع عما يستلزم تعديله منها حادي عشر قرر مجلس الوزراء استمرار صرف بدل طبيعة عمل لمن يمارس عمال الرقابية أو التحقيق من منسوب هيئة الرقابة والتحقيق لمدة خمس سنوات ثاني عشر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحات التنظيمية لشؤون الأمة والمؤدنين في الحرمين الشريفين ثالث عشر وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرطبتين الخامسة عشر والرابعة عشر ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي واحد تركية نايف بن سعدان إلى وظيفة أميني منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشر بأمانة منطقة جازان بوزارة الشؤون البلدية والقروية اثنان تركية سمو الأمير فهد بن سعدة لسعود إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية ثلاثة تركية خالد أبا حسين إلى وظيفة مدير عام الشؤون المالية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية أربعة تركية الدكتور عبد العزيز الرقابي إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية هذا وطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد حاط المجلس علما بما أجاء فيها ووجه حيالها بما رأى